أنا شفت حد لما يلاقي حد بيبتسم يقوله بتبتسم على إيه كان كده كان هو دايما كيف تبتسم والأمة فيها كذا أظن لو حد كان ممكن عشان هم الأمة ما يبتسمش كالرسول الله ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب البهجة صاحب نشر السرور صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصدر للبهجة لأي حد مرأى واجهك أسعد قطو يا واجه السرور فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه السرور عشان نبقى عندنا العيش بالبهجة لازم يكون عندنا باقي البهجة اللي هي البساطة والبسط وهاء البهجة إن احنا نتيقن من هدايا الله سبحانه وتعالى ونعيش بهدايا الله تالت حاجة نجي من البهجة نشوف الجمال في كل حاجة لإن الله كتب الإحسان على كل شيء ثم تأي البهجة إن احنا نسلم سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك الله سبحانه وتعالى تسديم الأمر إلى الله يريح البال ويخلي النسان يرى الجمال يا رب يجعلنا من أهل راحة البال يجعلنا من أهل البش ويجعلنا من أهل السعادة ويجعلنا من أهل الهنى نريد أن نكون على قلب حضرة النبي قلب يبتهج بنعمة الله سبحانه وتعالى ويختار لنفسي العبودية والشكر يجعلنا من أهل السعادة ويجعلنا من أهل السعادة